السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المحاضرة الماضية احنا اتحدثنا عن انه بدي احدد اشي المهارات اللي بقدر انه بجد بجد فعلها وبستمتع في عملها وبيحتاجها الاخرين وبتوفر داخل المادي فهاي الشغلات اللي بتجمع او يعني بتخليني احدد المهارات او التراك اللي انا بدي اشتغل فيه اليوم ان شاء الله بدنا نحكي كيف ممكن انه ابدأ رحلتي في عالم العمل الحر طبعا طبيعة الحال هنبدأ في اول حاجة المنصات طبعا المنصات احنا عرفناها سابقا بدنا نرجع ان نعرج عليها هي هي منصات العمل الحر هي عبارة عن وسيط بين العملاء او الكلائنس اللي ممكن تكون عبارة عن شركات وافراد عندهم حاجة لانجاز اعمال معينة تمام والطرف التاني اللي هما المستقلين او الفريلانسر زي ما احنا تعودنا انه المستقلين هما الفريلانسر اللي بيمتلكوا المهارات اللازمة هاي طبعا في فوائد احنا ذكرناها سابقا ولكن هنا للتأكيد طبعا في فوائد للكلائنس وفي فوائد للفريلانسر بالنسبة للكلائنس الفوائد هي اول حاجة انه الحصول على خبرات عالمية من بلدان متعددة وهي شغلة كتير مميزة يعني على سبيل المثال انه حتى في السوق الاي تي الموجود عننا محليا هنا بتحاول على سبيل المثال انه انت تطلب حدا معين متخصص في شغلة معينة فمن النادر انه انت توجد هذا الشخص اللي بيمتلك هاي المهارة يعني على سبيل المثال انه انا محتاج واحد لكيو اي كولاتي اشورانس تيستنج واحد متخصص في الكولاتي اشورانس انه يفحص لي سوفتوير وشغلات زي هيك يعني فمن النادر انه اوجده حتى لو انه اطرحت هاي الشغلة على مشموعات للفيسبوك معروفة زي بدك اي تيمان وغيرها من المشموعات اللي بتحاول انه انه تعمل ماتش بين اصحاب الحاجة وبين الاشخاص اللي عندهم المهارة فعشان هيك انه لما انت ما توجد حدا متخصص بهاي الشغلة فساعتها انه انه انت بتتوجه لمنصات العمل الحر وممكن بكل سهولة انه انت تتراحع المهمة اللي تبدك اياها اللي بتطلب مهارة خاصة كذلك يعني عن تجربة شخصية يعني انه في بعض الاحيان انه انا احتاجت شغلة متعلقة بالتدقيق اللغوي او انه المراجعة اللغوية من ناحية انه هل هذا النص مقروب او لا وكان انه كل العروض اللي تلقيتها هنا ما كانتش مناسبة او ما لقيت انه حدا مناسب بينما انه انا لما انطرحتها على منصات العمل الحر يعني وجدت ناس فعلا بالكفاءة المطلوبة او باسعار يعني جدا مناسبة فهذه كثير انه هي ميزة انه انت بيكون في عندك ممكن تستعين انه ككلاينت انا بحكي انه انت ممكن تستعين بخبرات من بلدان متعددة عالمية طبعا الاسعار ممكن تكون اقل من اسعار الشركات المحلية وخاصة في دول الاوروبية وامريكا انه بتكون الشركات المحلية انه مستوى المعيشة هناك مختلف من انا ما بقصد بمستوى المعيشة انه انه احسن او اسوأ لا انا بقصد انه مستوى المعيشة انه يعني غلاء الاسعار من ناحية انه اجار البيت ومن ناحية المواصلات ومن ناحية الاكل والشرب وكل الامور هذي في بعض البلدان بتكون اغلى من البلدان التانية بكتير اه 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 تمام وكذلك الفائدة اللي كذلك انه انت ممكن تحصل على جودة عالية وتخصص في المجال المحدد انه انت ممكن تحدد انه انا بدي حدا بيعرف كذا وكذا وكذا فممكن انه انت لما تدور عليه جلوبالي انه انت تقدر انه انت تلاقي كذلك بيكون في عندك القدرة انه انت تختار بين العدد من الفريلانسر اللي تقدموا الوظيفة تبعتك وانه انت تختار الانسب بنسبة للك ما في التزام طويل المدى او رواتب مستمرة مع المستقلين وهذا على فكرة في تريند في سوق العمل في العالم كله بهذا الاتجاه انه يعني بطل انه يعني او الالتزام الطويل المدى مع الناس اللي توظفهم الشركات بطل موجود فصار انه الفكرة انه احنا بنشتغل بنظام مشاريع ونطرح يعني فبالتالي انه يعني مفهوم العمل المؤقت او انه انت التنقل بين العقود انا كفريلانسر او كفريلانسر او مش كفريلانسر يعني كعامل في مجال الاي تي انه يعني هذا كونسبت كتير انه يعني عادي جدا صار يعني حتى يعني في الحقيقة حتى انه الوظائف العديدة الوظائف العادية في العديد من الدول الاوروبية موضوع التنقل بين الوظائف هذه يعني انه يعني موجودة بشكل عادي جدا يعني على سبيل المثال انه انت بتلاقي يعني حتى مع الاوروبيين نفسهم انه انت بتلاقي شخص بيشتغل في وظيفة معينة يعني الوظيفة هذه انه مدتها سنتين فبالتالي بعد ما تخلص السنتين بروح بدور على وظيفة تانية في مدينة تانية او ممكن انه تكون لمدة ثلاث سنوات بعدها برجع لسنتين وبيضله يتنقل زي هيك لغاية انه لما ان يستقر في النهاية في وظيفة محددة فالالتزام الطويل هذا الترند عالميا انه خلاص انا محتاجك في شغلة معينة خلاص لما تخلص الحاجة هذه انه خلاص لكن انه التوظيف على المدى الطويل مش موجود بطل من انه هو موجود حاليا طيب كذلك في من الفوائد اللي بتوفرها المنصة للكلاينتس انه هي بتوفر قلية لحل النزاعات مع المستقلين انه حصلت لسمح الله يعني انه اه طلب التعديلات طلبة شغل معين ما عملتوش كذا شغلة زي هيك فبالتالي انه المنصة تدخل في حل الموضوع تمام الان بخصوص الفوائد من ناحية الفريلانزر اول حاجة انه زي يعني مع صار في عنده القدر انه يوصل بالبلتان متعددة كذلك الحال بالنسبة للفريلانزر صار بامكانه انه هو يوصل للشركات والاعمال العالمية في اي مكان مطروحة في العالم انه انا ممكن احصل على الوظيفة هذه اذا انا كنت عندي المؤهلات المطلوبة طبعا بتوفر الهم آلية مناسبة وآمنة لاستلام الاموال مع ضمانات خاصة بالدفع عادة المنصة بتوفر طرق متعددة للدفع بتختار فيها الطريقة اللي بتناسبك وكذلك يعني من النقاط المهمة اللي هي توثيق خبرات المستقلين انه انت لما انتشتغل في وظيفة معينة بتسجل في البروفايل تبعك انه انت اشتغلت الوظيفة هادي يعني زي السيرة الذاتية تبعتك بالاضافة للتقييمات وكل هاي الامور في البروفايل تبعك فبالتالي بتساعدك في اثبات المهارات الموجودة عندك وايجاد وظائف اكتر واكتر وبتحسن وضعك فريلانزر كذلك المنصات بتوفر للفريلانزر ادوات التي تتبع العمل والتواصل الفعال مع العملاء حتى ممكن انه هي توفر ادوات للبروشيكت طبعا هادي قائمة هادي مش من النصات الوحيدة الموجودة عندك منصة او بورك مستقل فريلانزر فريلانزر دوت كوم بيبول بورك بير اوار وغورو وفي غير هالعديد احنا حددناهم في الليستة هنا في بداية الفصل ان احنا بنا نركز عليهم الآن في المنصات هادي اي واحدة السؤال اللي بيطرح نفسه اي واحدة اختار انا منهم طبعا بطبيعة الحال يعني انه انا ممكن اجغبك السؤال هذا من ناحية نقطتين من ناحية رقم واحد التخصص ورقم اثنين الميزات من ناحية التخصص انه في بعض الاحيان انه انت بتلاقي انه منصة ابوارك في هاتخاصص مش موجود في مستقل او ماش انه مش موجود انه الوظائف المطروحة في منصة ابوارك في هاته تخصص افضل بكتير خلان ووظايف المطروحة هنا أفضل بكثير في الـ Upwork من منصة Freelancer في منصة Freelancer.com موجود وظائف لـ Data Science لكن ليس من المستوى المطلوب الموجودة في الـ Upwork هذه بالنسبة للنقطة الأولى النقطة الثانية إنه الميزات بخصوص الميزات أنا حطيت لك في الـ Web site أو صفحة الـ Model حطيت لك إنه بعض في المصادر الإثرائية حطيت لك إنه روابط لمقارنات بين منصات العمل الحر بتساعدك في اختيار المنصة يعني على سبيل المثال هذا الـ Web site Top Freelancer Web site Platform Web site Conversion طبعاً بتكتطلع على التاريخ لأنه تاريخ المقال لأنه بدي يكون حديث لأنه في بعض الشغلات الكثير اللي بتتغير في المنصات العمل الحر بشكل مستمر طبعاً هنا مقسمها لجداول هاي الـ Commission هاي انت عندك المقارن بين المنصات اللي هو هدول المنصات تمام؟ وهكذا إنه مقسمها في جداول في مقارنة أفضل هنا موجودة إنه تدي لك إنه مرتب لك إياهم حسب السكور الآن ها أرجي لك المعايير اللي هو قيم من خلالها 9.8 اللي هو عبارة عن الـ User Satisfaction أو عفواً هذا في أول سكور لأول سكور تبع الويب سايت هذا freelancing.com financeonline.com freelanceplatform.financeonline.com فهذا المنصة أو هذا السايت بيعطي تقييم بنفسه كذلك إنه بياخد بعين اعتبار الـ User Satisfaction إنه مدى الرضا والمستخدمين طبعا في الـ Top طلعنا عندي الفايفر يلي الـ Upwork بعدين Freelancer وهيكا بقى هذه متخصصة بالتصميم TopTel كذلك من المنصات الكثير ممتازة وكثير رائعة ونمط العمل يختلف بمعنى إنه أنت بتكون كأنه انت خلاص بتصير بتشتغل للمنصة والمنصة هي اللي بتجيب لك شغل فبالتالي لكن التحدي إنه المنصة إنه هي تقبلك كفريلانسر فبدك تدخل في تيست وأمور زي هيك يعني هذه هذه منصة للتصميم هذه الكورو موجودة عندنا إحنا في اللستة بدنا نركز عليها ففي منصات كثير طبعا ممكن إنه أنت تحدد إنت إيش اللي بدك تعمل له مقارنة والمقارنات هاي موجودة هنا هاي مرتبة حسب الترتيب تبحها تسعة بوينت تمانية تسعة بوينت سبعة إلى آخرين هانده أور سكور هاي المنصة هاي المنصة هاده الويب سايت هاده اليوزر ساتسفاكشن بعضيها الآن بالنسبة للبرايشنج برايشنج موديل إنه بيحكي على أقل برايشنج موديل طبعا هذ الكلام يعني بيختلف من منصة لمنصة طبعا هنا الديفايس سبورتت هاي شغلة كتير مهمة يعني أنا عاجزة أبيلي المثال إنه أنا باشتغل على اللينكس تمام فبالتالي الفايفر السوفتوير اللي بنزل مع اللي بقدر أنه أنا نزله وعمل فيه تراكينج وعمل فيه منجم انت كل الأمور هذي هل هو بدعم اللينكس ولا لا فبالتالي إنه أنا عايش بلاقي إنه المنصات اللي بتدعم اللينكس إنه أنا بلاقي عندك الفايفر والأبورك تمام بينما الوينتوز بتلاقي إنه هو مضعوم تقريبا في كل منصات العمر الحر من البوفر اندرويد أبليكيشن من البوفر إنه مانشمنت في الوب بيست كلهم تقريبا تمام هنا البرايسينج موديل إنه هي عندي أكتر من البرايسينج موديل الفري كل الأغلب الفريلانسر بيشتغله بنظام الفري في بعض منصات إنه بتكون من الأساس الفري مش متروح موجود عندها كذلك النظام المنثلي بايمينت أو الانتايم بايمينت إلى آخره من الشغلات هاي تمام وهنا هادي الشغلة بتحدد حسب العضوية يعني أول يعني كذلك بتتحدد إنه حسب طبيعة الموجودين في المنصة هادي يعني مين المنصات اللي فيها اعمال صغيرة يعني شركات صغيرة وأفراد كذلك وين اشي المنصات اللي بتتواجد فيها الى آخرين تمام؟ الآن بالنسبة المنصات اللي بايمينت اللي بايمينت اللي بايمينت هادي الخدمات هي بتوفرها المنصات أو لا يعني إذا انت تطورت شغلة معينة بكون في عندك خدمات استضافة أو لا فهاي هي النقاط اللي مقارنة اللي فيها مقارنات في ويبسايت تاني بيعرض كذلك المقارنات تمام؟ هاي الفايفر والأبورك والفريلانسر هاي منصات متخصصة بال في منصات كثيرة هاي البيبل باير اور أنا عملت تشيك لأن هاي هم كلهم هذول هنا الفايفر فريلانسنج دوت كوم البيبل بور اور والأبورك عملتهم هنا تحديد كلهم وبتعمل مقارنة بيناتهم فبيحدد أنه من ناحية الستار ريتنج هنا مية وستعشر ريفيو مية وخمسين ريفيو مية وخمسة وثمانين ريفيو طبعا العدد تبع الرفيوورس بيدي لك انطباع مقدار انتشار هذه المنصات والسكور اللي محصلة هنا اعتقد انه اربعة ونص وهنا اربعة تمام وهنا الانتري ليفل برايس انه يعني تدخل انه انت بشكل فري في البداية ولا انه انت لازم تدفع اه هذه من ناحية الريتنج للمستخدمين المستخدمين المستخدمين انه سهلة الاستخدام سهلة الستطاب الانتريج ومع المستخدمين ومع المستخدمين كل هذه الشغلات تمام؟ المنصات هذه المستخدمين انه المستخدمين المستخدمين لا في الفايفر ولا في freelancing.com البيبول متوفرة فيها هاي الشغلة الابورك مش متوفرة and so on من ناحية انه خيارات البايمنت انه ومن ناحية الكمباني سايز انه برضو اسمية small businesses او mid market او enterprises الى بقية النقاط في comparison فهادي برضو كذلك بتساعدك في اختيار المنصة لانه احنا بدي ارجع اذكرك انه احنا ايش التساؤل تبعنا التساؤل تبعنا انه اي منصة اختار حكينا انه دك تشوف انه حسب التخصص ايش التخصص يعني ايش يعني ايش هي المنصة اللي بتعطيلك افضل الخيارات في تخصص معين ممكن تكون منصة في التصميم افضل من منصة ثانية منصة في data science افضل من منصة الثانية هذا الخيار الاول الخيار الثاني الميزات وممكن تستعين بالويب سايت سادي اللي بتعمل لك مقارنة عشان انت تتحدد ايش هي المنصة الافضل اللي انت ممكن تشتغل عليها تمام رقم اثنين ممكن انه انت برضو كذلك يعني حكينا انه اولا يعني تفكير منصات العمل الحر حكينا عنها رقم اثنين بدك اننا نحكي عن منصات تسويق الخدمات انه انت عندك خدمات جاهزة تمام وانه انت بدك تسوقها فبالتالي انت بتحدد الخدمات مقابل مبلغ محدودة او مبلغ محدود يقوم الزمون بالتواصل معك لاجل هذه الخدمات اشر هذه المواقع موقع فايفر وكذلك موقع خمسات وفي هذه المنصات ممكن للفريلانسر انه هو يعمل حساب وبيعرض خدماته بحيث انه تكون كل خدمة مثلا تساوي خمسة دولار يعني على سبيل المثال ممكن احكي انه تنزيل موقع ورد بريست او مثلا بناء ويب سايت بخمسة دولار ممكن كذلك انه احكي ترجمة ثلاث مقالات بخمسة دولار يعني انا ممكن ابدأ بالمضاعفات مضاعفات الخمسة يعني انا حكيت انه ثلاث مقالات ترجمتها بخمسة دولار ممكن احكي انه انا ازود مش ستة احكي انه مثلا تمن مقالات بعشرة دولار وهكذا يعني زي هي تمام يعني في ميزات يعني مشابهة للمنصات الاخرى يعني وعادة انه المنصات هذه بتاخد عمولة دولار لكل خمسة دولار او مايو عادل عشرين في المية من سعر الخدمات المقدمة على الموقع فهذا النوع الثاني من المنصات لتسويق الخدمات كذلك منصات التواصل الاجتماعي لازم يكون للفريلانسر تواجد على منصات التواصل الاجتماعي يعني لازم يكون في عندك تواجد في منصات العمل الحر وكذلك منصات التسويق الخدمات ولازم يكون في لك كذلك منصات تواجد على منصات التواصل الاجتماعي بدك تعتبرها انه زي باترينا انه انت بتعرض فيها انصح التعمير يعني باترينا بتعرض فيها الخدمات والمنتجات والمهارات الموجودة عندك فبالتالي انه في كتير شغل ممكن يجيلك من خلال حسابك على لينكدين وشركات بتتواصل معاك وبترد عليك انه انت تدخل في انتربيو تمام هذا اسلوب كتير يعني صار مستخدم مؤخرا في السنوات الاخيرة انه انت بتلاقي انه بيسموا بعملوا هانتنج للتيلنتس او لاصحاب الخبرات والكفاءات بحيث انه هم يتواصلوا معاهم ويطلبوا منهم انهم يدخلوا لا انتربيو في الوظائف الموجودة معهم وذلك بسبب انه يعني في العادة انه هدول الناس اللي عندهم المهارة بيكونوا شغالين ومكونوا مش فاضين يشوفوا اعلانات وظائف او البحث عن وظائف فبالتالي انه هاد كتير يعني مفيدة بالنسبة للك انه انه انت لو اجتك فرصة كتير ممتازة انه يعني لملا انه انت تنقل على الوظيفة الجديدة او الفرصة الجديدة فبهيك انه بوسائل التواصل الاجتماعي انه انت بتعمل سماعة قوية وتظهر اعمالك تمام بتعملها شير فبالتالي انه الشركات والعملاء والناس اللي بتبحث بتعمل هانتنج ممكن انه هي تشوف هذه الشغلات وتدفعها للتواصل معك بشكل مباشر تمام وممكن كذلك انه التواصل المباشر من طرفك كمستقل كفريلانسر مع اصحاب الشركات وبتعرض عليهم خدماتك بطريقة احترافية فبالتالي لما تكون بغلال حسابك على الشبكات افوان لما تكون على حسابك في الشبكات الاجتماعية فبالتالي انه بيظهر البروفايل تبعك زي لينكدين مثلا والسي في تبعتك وكل هاي الامور فبالتالي بتكون احتمالية انه توجد الفرصة اكتر ايش هي الشبكات الاجتماعية طبعا طبعا ترتيبها واهميتها بيكون حسب التخصص تبعك يعني في بعض التخصصات لينكدين هي بيكون هو مع اي شيء تاني في بعض الشغلات التانية بتكون لينكدين مع تويتر في اللي بيشتغلوا في التصميم ممكن يكون معهم الانستجرام كذلك انه اكيد بطبيعة الحال وممكن في بعض الاحيان الفيسبوك الفيسبوك هي شبكة اجتماعية اكتر منه هي شبكة مهنية ولكن في بعض الشغل ممكن يجي من فيسبوك اوكي طيب بدنا نقان بعد ما تعرفنا على المواقع بدنا نشوف في المواقع هذه كيف انه هي بتشتغل طبعا حكينا انه هاي المنصة موجودة في النص كوسيط بين الكلاينت وبين المستقلين او الفريلانسر الكلاينت عادة انه بعلنوا وظائف على المنصات هذه زي ما استعرضنا بشكل سابق والمستقلين بقدموا لهذه الوظائف وبالتالي بتصير الدورة هاي او المراحل هاي انه رقم واحد بيصير انه الاعلام عن عمل او وظيفة محددة مثلا تصميم شعار طبعا الكلاينت بتضيف معلومات عن العمل وبدو يحدد سعر عادة المستقلين بيقوموا بتقديم عروض بوضح خبرته سعره والسعر اللي هو يعني بقدره للعمل وعمال السابقة والمدة اللازمة للتسليم طبعا هذا الكلام بدي يكون من خلال كتابة بروبوزر اللي احنا هنتعرض له بالتفصيل في المحاضرات القادمة ان شاء الله بعدين الكلام بروح بيختار الفريلانسر الانسب حسب معاييره المطلوبة طبعا ممكن انه هو بهمه جودة العمل فبيختار الفريلانسر الاكتر مهارة او ممكن انه بهمه السعر يعني نوعا ما فبيدخل يعني بحدد هو معاييره على اساس انه بتم عملية الاختيار بعد ما انه تم عملية الاختيار فيه نقطة هنا انه بده يصير انا فيه عندي هنا عمل عقد على المنصة هادي الشغلة كتير مهمة انه ما تبدأ تعمل الشغل الا من يصير بينك وبين على المنصة ساعتها انه انت بتبدأ بتنفيذ الشغل وبتسلمه تمام مقابل المبلغ اللي انت اتفقت عليه طبعا بعد ما يتم تسليم الشغل يعني اكيد انه صاحب العمل بيوافق على تحويل المبلغ المالي للمستقل طبعا فيه هنا تفاصيل انه يعني هاي الكنتراكت انه انا حكيتها انه هي بين 6 و7 كذلك انه انا عندي بين النقطة 7 و8 انه اصلا اول ما يتم عمل الكنتراكت يعني خلينا اشرحها هنا اول ما يتم عمل الكنتراكت بين وفريلانسر معين تمام ساعتها بيصير انه بينتقل المبلغ المتفق عليه في الكنتراكت للمنصة تمام خليني ارمز له بهذا الربز تمام وبعد ما يخلص الفريلانسر تسليم الشغل للزبون والزبون بيدي انه اوكي للمنصة ساعتها المنصة بتعمل لهذه الفلوس و بتدفعها ل فبالتالي انه اول ما يصير انت انت تضمن انه يعني تم سحب الفلوس على المنصة طبعا كان اذا كان الفريلانسر هذا انه او يعني معتمد طريقة الدفع عنده على المنصة هذي هنشوفها بك كذلك فيما بعد يعني فهذه التفصيلة بين خلينا نحكي انه ستة سبعة تمانية انه زي هيك تمام وبالتالي انه اخر خطوة انه بعد ما يتم تسليم الشغل صاحب العمل بيقوم بكتابة تقييم للتجربة مع المستقل والمستقل بيقيم تجربته مع صاحب العمل التنين بيقيمه معه وهذه شغلة كتير مهمة السبب في ذلك انه هذا التقييم بيساعد الفريلانسر الثانيين انه الكلاينت هذا انه هل الوظائف تبعته واضحة مثلا على سبيل المثال هل التعامل معه سهل او انه مثلا بيقلب انه يعني كل مرة كل شوية وهو بغير رايو يعني زي هيك المتطلبات تبعته مش واضحة تمام ونفس الشيء انه صاحب العمل بيقيم المستقل هل المستقل هذا ملتزم بالوقت المطلوب هل هو سهل في التعامل هل هو انه عمل المطلوب باحترافية وكل هاي الامور فهذا التقييم جدا كتير مهم لا الطرفين وهذا كذلك كله بيكون موجود على المنصة بيساعد الاطراف بقية الاطراف على المنصة اللي هو الكلاينت الثانيين والفريلانسر الثانيين انه يتعامل مع المنصة بشكل افضل بكتير اوكي ممكن يكون هناك مشاكل وصعوبات في الحصول على المشاريع في العمل الحر هذه بتطلخص انه عدم وجود نماذج سابقة وهادي حكينا عنها انه انت ممكن انه انت تحط اعمالك الاكاديمية ومشاريع اللي انت اشتغلتها اثناء الدراسة تمام؟ او انه انت تشتغل مشاريع يعني تبرعا او تطوعا زي هيك انه انت هاوي بتصمم شعارات تروح تصمم لك شعار وتحطه انه من ضمن نماذج الاعمال الخاصة فيك كذلك من ضمن المشاكل اللي هو عدم وجود تقييمات سابقة وهاتي بتكون اصعب حاجة في بداية مشوارك انه انت حسابك جديد وما حصلت على اي وظيفة فبالتالي انه راح نحكي انه كيف ممكن نتغلب على هاي الشغلة في بعض التلميحات في السلايدي الجاية او ممكن يكون بروفايلة غير مكتمل وهذه يعني ممكن احكي انه هذه الشغلة انه مش في ايدك لكن هذه الشغلة في ايدك انه انت لازم تكمل البروفايل تبعك كمل المعلومات تبعتك وادخل التست اذا كان مطلوب واعمل واعمل محفظة الاعمال السابقة تبعتك وكل هاي الامور ما في اي شيء بيمنعك انه انت تكمل البروفايل تبعك كذلك في شغلة مهمة كتير انه انت يعني بتطلب سعر عالي نوعا ما بالمقارنة بمهام مشابهة او نفس المهمة يعني فبالتالي ممكن تكون اسعار يعني وجود اسعار منافسة اخرى من مستقلين تانين خبرات اكتر من خبراتك واسعارهم منافسة جدا تمام واخر عائق اللي هو عدم موجود خبرة كافية يعني انت على سبيل المثال لسه متعمقتش في الورد بريس كتير انه انت تصمم مواقع او لسه متعمقت في الاندرويد كتير بحيث انه انت تعمل مشروع كامل وهذه برضو الشغلة في ايدك انه انت لازم تشتغل على المهارة تبعتك يعني تحضر دورات تعلم ذاتي اونلاين انه انت تقرأ تيتوريال تشتغل على مشروع كامل من اي تو زي او من الف لليا صح يعني كما يقولون وهيك انت يعني بتكون في عندك الخبرة الكافية في هذا المجال وما تخلي هاي النقطة انه هي تكون عائق بالنسبة للك طبعا ممكن التغلب على الصعوبات اللي ذكرناها هنا بهاي التلميحات اول حاجة انه انت تركز على المشاريع الصغيرة نسبيا لانه ما تجرب في مشروع كبير مشروع كبير ممكن تحس حالك انه انت تورطت طول معاك وقت كبير في خطورة اول تجربة بالنسبة للك ممكن يكون فيه اخطاء فبالتالي ممكن تنعكس سلبا على تقييمك على المنصة او على البروفايل تبعك فبالتالي لا ركز على مشاريع صغيرة يعني ممكن انه انجاز حقوب هيك انه انت يعني ممكن انه انت يعني يكون فيه عندك مشاريع سابقة انت اشتغلت عليها باضافة هذا المشروع اللي انت اشتغلت عليه كذلك ممكن تشتغل على موضوع تقليل السعر لأول وظيفة يعني بحيث انه فيه سبيل انه انت تحصل على اول وظيفة يعني فيه في المناسبة يعني فيه المنصات بتسمح للكلاينت للزبائن انه هي تحدد انه هما بدهم نيو فريلانسر بحطها ك فبالتالي انه انا كفريلانسر قديم ما بقدر اقدر اقدم على الوظيفة هذي فبالتالي يعني هما يعني بيحددوا الشغلة هذي لانه بدهم الشغلة بسعر اقل فبالتالي اكيد لنيو فريلانسر انه رح يعرض لها بسعر نوعا ما اقل من السعر العادي تمام طبعا ممكن انه انت تحط شروط دفع بسيطة بسطة الامور يعني خليك سلس في تعامل مع الكلاينت خد وقاطي مع الكلاينت كذلك هنحكي على موضوع انه انت تعمل بريكداون المشروع تبعك لمايليستون ممكن يكون الدفعات على شكل بعد ما تخلص كل مايليستون ممكن انه انت تحسن البروفيل تبعك تحط اعمال احترافية اكتر في البورتفوليو تبعتك ممكن انه تزيد خبرتك في مجال تخصصك زي ما حكينا هنا عدم موجود خبرة كافية فبالتالي انه من خلال تعلم ذاتي من خلال انه انت تشتغل على مشاريع يعني وكل هاي الشغلات كذلك فيه شغلة كتير 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 مهمة هي تحسين اللغة الانجليزية بشكل مستمر هاي بدك انه انت فعلا تحجز لها يعني مساحة كويسة في وقتك وتحاول انه انت تحسن لغتك الانجليزية باستمرار طبعا هنحكي انه ايش التلميحات انه انت تحسن لغتك الانجليزية بشكل مستمر في محاضرة لاحقة ان شاء الله تمام معيك بنكون خلصنا موضوع المنصات في الباب اللي وراء اللي هو بناء ملف شخصي ومعرض الاعمال هذا احنا شرحناه سابقا يعني عشان انه يعني بس لانه لتوثيق الامر انه يعني هاي الشغلات انه احنا احنا شرحناها في محاضرة سابقة لانه كانت مطلوبة عندك في واجف فعشان هيك احنا شرحناها بشكل مبكر اوكي فالمحاضرة الجاية ان شاء الله بدنا نحكي على استعراض المشاريع والوظائف وهيك بكون خلص درسنا لليوم اشتركوا في القناة